رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يؤكد أن بلاده غير مستعدة حالياً لفتح حدودها أمام المواطنين الأجانب والذين لم يتم تطعمهم بلقاحات ضد كورونا. ترودو قال إن الحكومة الفيدرالية الكندية ما زالت تبحث بعناية شديدة موضوع فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين الذين حصلوا على تطعمات ضد كورونا مبيناً أن شهادات التلقيح تعد وثقة أساسية في الصفر الدولي. وأضاف جاستن ترودو أن كندا تواصل التخطيط لكيفية إعادة فتح الاقتصاد وفتح الحدود وكذا العودة إلى الوضع الطبيعي.